فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نتأمل ونتدبر في اسم الله تعالى الحق يقول الله تعالى في سورة الإسراء وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا فهمنا في الحلقة الماضية معنى الحق ماذا يعني الباطل من ناحية لغوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فعادة ما يعرض العلماء دراسة الحق في مقابل الباطل يعني يعرضون لدراسة الباطل كمقابل للحق من باب الاستعانة بمعرفة الضد بضده أو النقيض بنقيده ثم لما له أيضا من عمق في حياة المسلم سواء على مستوى التفكير أو مستوى العمل أو مستوى يعني نحن الآن محاطون بأنواع الباطل من كل الجهات فالمفروض نعرف برضو ماذا يعني الباطل الباطل يعني هو المعدوم أو المستحيل إذا كان الحق يعني الموجود فالباطل هو المعدوم ولذلك الذين يتمسكون بباطل يتمسكون بمعدوم يجرون وراء سراب كما أشار القرآن الكريم إلى هذه الظاهرة كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووفاه حساب طبعا يعني ذا الجري وراء الباطل هكذا فالباطل هو كما قلنا هو المعدوم وده عنده علماء المعقول لكن عنده علماء الشريعة علماء المنقول هو يعني الباطل هو القول أو العمل الذي لا يتترتب يعني لا ينعقد شرعا ولا تترتب عليه أثار شرعية طبعا جاء الحق بمعنى ضد الباطل كما تفضلت يقول جاء الحق وزهق الباطل اتنين جوا مع بعض بل نقدف بالحق على الباطل فيدماغه فإذا هو زاهق ولكن ويلو ما تصفون إن الباطل كان زهوقا ما معنى زهوقا يا مولانا؟ كان زهوقا يعني هو عدم يعني زي الإنسان المش موجود الميت المدبوح الكذا ولذلك يعني الباطل لا يتسيد إلا حين يغيب الحق فإذا ظهر الحق وتماتك الباطل دائما لأنه ليس عندك في هذه الحياة إلا إما الحق وإما الضلال ولفي القرآن فماذا بعد الحق إلا الضلال اللي هو الباطل ولكن يمكن في بعض الأحوال يا مولانا أن يلبس الباطل لباس الحق زي ما شفنا في مركة صفين سيدنا علي بن أبي طالب قال حين وضع القرآن على رؤوس الرماح قال هذا حق يراد به باطل نعم نعم إزاي بقى ممكن حق يراد به باطل نعم يلبسون الحق بالباطل يعني دورت في القرآن كم أن تستطيع أن تظهر الحق في صورة مزيفة وتظهر الباطل في صورة كأنها حقيقية شوف حضرتك ما يحدث الآن من الكبار العقول الغربي السياسية طبعا أنا لا أتحدث عن الحكماء ولا على الجماهير إنما دائما طبعا كل كل كلامهم باطل يعني دمن حق كذا أن تدافع عن نفسه نحن لا نتحدث عن تدافع عن نفسه نحن لا نتحدث عن قتل شعب وإبادة شعب إسرائيل وغزة آه تتحدث هنا يقولون مش عارف ديش الفلسطيني أو وما فيش جيش فلسطيني نحن نتفقين على أن هذا هو الجيش الصهيوني فأين الجيش الآخر الذي يقاتل فيه فكلامهم يبدو جميل في ظاهره تأخذ من هذا اجتماعات وتنعقد وتصويتات ومنع الوهالفيتو وتبريد لتصدير يعني قلعة من السلاح وقفة على الشواضر كل هذا يعني تبرير هذا باطل هذا باطل ولكن له جنود وله ظاهر من الحق هم بيدعوه يخيل فعن النفس على سبيل منه هم أول من يعرف أو من يعلم أن هذا ليس حقا ولكن لابد أن يقولوا شيئا في تبرير ما يرتكبونه هم هم النبي صلى الله عليه وسلم امتدح قول الشاعر ألا كل شيء ما خل الله باطل ماذا يعني إطلاق صفة البطلان على كل ما عد الله عز وجل نعم هذا الشعر مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وهو البيض وتقبلة البيت وكل نعيم لا محالة زائل ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أنه إلا نعيم الجنة طبعا يعني مدحه في نصف الله وعلق عليه في الشطر الثاني من البيت هذا يتطلب أن نفهم معنى الوجود ومعنى العدم معنى الوجود ومعنى العدم قلنا إن الله سبحانه وتعالى قصف لا هو الموجود طيب غير الله سبحانه وتعالى وهو سائر ما قال الله سائر الكائنات والمخلوقات يعني ما عده ما عده ما عد الله كيف تصفه بالبطلان هذا يأتي من أن نحن نتأمل وجود هذه الكائنات وجود ما عد الله عرفنا أن الوجود الواجب أن الله سبحانه وتعالى وجوده من ذاته وهو واجب الوجود يعني وده قسم من الأقسام القسم الآخر اللي هو يعني مقابل هذا القسم هو الممكن الوجود يعني لو أحنا ممكن أي معنى ممكن يعني ذاته لا يجب لها الوجود لها كذات وإنما حين تكتسب الوجود من فاعل خارجي أو من موجود خارجي عن ذاتها تقبله ثم بعد ذلك أيضا ممكن أن هذا الفاعل يسلب الوجود من هذه الزات فيسموها مزات الممكنات لأن ممكن تكون موجودة وممكن تعدم فهي تقبل الوجود وتقبل العدم على التساوي فإذا كانت ذاته ذات الممكن وهي في العدم تقبل طبعا لا أقول أن ذات متقررة في العدم ده قصة تانية ويعني اللي هي الأعيان الثابتة في العدم كما برضو معركة يعني إنما الممكن أنا يعني وجودي ليس من ذاتي طبعا وكل شيء هكذا وهذا الكرسي ليس وجوده من ذاتي كل ما عاد الله وجوده ليس من ذاته ده وجود ده يقبل ممكن الاثنين على طرفي سواء الوجود والعدم فيحتاج حين يخرجوا إلى الوجود إلى أن الاثنين كفتين متساويتين بالنسبة لذاته فلو لقيتوا فجأة في كفة وجود طلعت وظهرت لا بد أن تفترض عقلا أن تفترض أن فاعلا خارجا هو الذي أخرجه من العدم والوجود ممكن تقول لي طيب ممكن هو طلع بالنفسه مش ممكن مستحيل لأن بالنفسه كلمة نفسه دي معناها تستوي عندها الوجود والعدم إذا كان الأمر نسيان فكيف يقبل أبد له من وكره إذن وجود الممكنات هو وجود استعارة وجود ضارئ إنما هو كان ممكن يستمر في العدم هو لا يشم رائحة الوجود وممكن فاعلا خارجي يعطيه الوجود فيوجد فإذن هذه الموجودات اللي هي نسميها ممكنة الوجود هي ما سوى الله سبحانه وتعالى وكل ما سوى الله ما عدى الله هو فقط اللي وجوده من ذاته ليس مستعارا من خارجي فيش حد وإلا لك حاكم من خارجي هو الإله فهكذا يعني لو قلت لا والله ممكن ربنا استغفر الله طبعا لكن ده جائز يعني استفاد وجوده من خارجي طيب رحت أسألك طب وهذا الموجود الموجود الخارجي ده وجوده من ذاته ولا وجوده ولا استمده من موجود آخر من ثالث حتقول لي من ثالث ونذهب بقى إلى مللنها فإما أن تصل إلى ذات وجودها من ذاتها ويسبب المطلوب وإما أن تستمر فيما يسمى بالتسلسل في العلل إلى ما لنهاية وهذا مستحيل عقلي ومبره عليه وده دليل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى فخلينا نقول أن هو ده الموجود يعني وجوده من ذاته أما ما عدى الله سبحانه وتعالى ما خل الله باطل باطل بمعنى أن وجوده ليس من ذاته فوجوده معلق بموجود موجود ولذلك يسمونه الوجود وأنا موجود يسمونني واجب الوجود مراعاة للذي أعطاني الوجود لأنه حين أعطاني وجب أن أكون مش من ذاتي أنا بالضبط الذاتي الإمكان إنما بالنسبة لغيري الوجود فده معناها أن من ناحية من ناحية أننا موجود فأنا حق ومن ناحية أن أنا الوجود ده استعارة عندي وده يعني أمانة حتقز فده معناها أن أنا معدوم إذن الله سبحانه وتعالى هو الحق ما هو حق الله على عباده نعم يعني هو سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال حديث معاذ بن جبل يعني سأله ما حق الله تعالى على العباد وما حق معنى الحديث وما حق العباد على الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ هل تدري كذا كذا قال الله هو رسول العالم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وبعدين مشى ساعة وهو معه ثم قال له يا معاز بن جبل قلت لبك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم إذن ملاقص الحديث أن يعني حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أنهم إذا لقوه هكذا لا يشركون به شيئا فحقهم عليه أن يدخلهم الجنة أو أن لا يعذبهم وطبعا عبادة الله بمفهومها الأوسع يعني ليس مجرد الصلاة والصوم وزكاة طبعا وهذه النقطة يكفل عنها كثيرون جدا يظنون أنهم إذا صلوا وصاموا وحجوا واعتمروا حتى وزكوا أموالهم فهم قد أدوا حق الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك في معاملتهم وفي أخلاقهم يخضعون للشيطان ولحظوظ النفس ولعدم احترام الآخرين مع أن هذه أمور يعني بنسميها معاصي القلوب يعني في معاصي الجوارح اللي هو مثلا إنسان يشكى بخامر أو كذا أو كذا دي يعني أقرب إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى كثيرا جدا من معاصي القلوب اللي هي الحقد والكره والبغضاء والحسد والتربص والاستخفاف والاستهزام والاستضعاف لأن طبعا الزنوب دي يترتب عليها في الحياة العملية نتائج ماسة بالآخرين يعني عاصر الجوارح دي قاصرة على فاعلها قاصرة على فاعلها إنما الدين والمعاملة طبعا ما هو معاملة يعني ده لازم يسموها المفاعلة لابد أن تكون بين الطرفين لا تتم بطرف واحد أبدا هنا حق المسلم على المسلم بقى يا مولانا حق المسلم على المسلم أيضا في حديث إذا لقته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه إذا استنصحك فانصح له وإذا عادس فحمد الله فسمته أو فشمته وإذا مرضى يقول يرحمكم الله آه يقول يرحمك الله وإذا مرضى فعده وإذا مات فاتبعه وأتوقف قليلا عند إذا مرضى فعده يعني سبحان الله أخي يعني وردت أحاديث معناها أن يوم القيامة يسأل الشخص يقول له مثلا عبدي مرضته فلم تعدني فيتعجب العبد يعني كيف أن ترب العالمين وتمرض فيقول أن عبدي فلانا يعرفه يعني هذا مرضى ولم تعد يا سبحان الله أما إنك لا شوف اللي جاية يعني أما إنك لو عدته لو وجدتني عنده فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح المسلم إذا مرضى أن تعوده من حق المسلم على المسلم نقول دائما يا مولانا في دعائنا اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا جتنابه ما أهمية هذا الدعاء في يعني زمن التبس في الحق بالباطل نعم هذا الدعاء هو محوري في حياة المسلم وبخاصة في هذه الآونات الأخيرة أو العصور الأخيرة لأنه يعني نحن نعلم نحن نعلم ونصدق القرآن الكريم فماذا بعد الحق إلا الضلال فمن هنا على الإنسان أن يلتج إلى الله سبحانه وتعالى بحيث أن يمحض له الحق وأن يره الحق حقاً لأن يعني لو لا يعني هذه المعونة الإلهية سوف يلتبس عليه الأمر وبالتالي لا يعلم إذا كان ما يفعله حقاً أو غيره حقاً فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكراً جزيلاً لكم على هذه المعلومات القيمة والوفيرة وأحبانا الكرام إلى أن نلتقي وإياكم مع الإمام الطيب في الحلقة المقبلة بإذن الله نترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة